السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن احنا نشغالين محتاجين ندي لون مميز لبعض الأنصر ولكم مثلا حيطة ضيعة لون فبدو صورة كليك واقوله ان انا افر رايد color واديها أحمر ابوثة لان هو ما خدش اللون دوت اذا عمر بيتحك عليها اه طيب تعال نجرب تاني هقوله color واقوله اللون مثلا الأحمر اوكي برضو ما خدش لون او كده برضو عمر بيتحك عليها طيب دلوقتي المشكلة في ايه المشكلة لانتو راحت view point والمود وقلت له for render فده بياخد الماتيريال بش بياخد color لما تقوله شادد بيبدأ ياخد الالوان بزبوطة طيب ممكن مثلا نعلم على حاجة زي كده مثلا وقوله ان انا عايز قديها لون مميز فبدخل على item tools ولاقي عندي هنا ان انا قدر قديله color معينة وليكن مثلا اصفر هلاقي فعلا العنصر اللي انا قدر اعمل لها select اخدت اللون الاصفر طيب ممكن برضو ان انا ادوس هنا وقوله for write item واددله شفافية معينة مثلا انا عايز اشوف الحاجة لتحت ceiling فبديله شفافية معينة فببدأ اشوف الحدود بتاعت العنصر ممكن برضو ادوس هنا وقوله transform وابدأ انقل العنصر يعني مثلا بيبدأ يعمله move للعنصر ممكن تكون اتنقل شوية حساس النامو تكون بالملمتر او بالمتر ده reset reset يعني بيلغي كل احنا عملناه اه هي بالمتر فانقله اربعة متر لفوق طيب الgrade ده مدقيقنا ما فيش ايه مشكلة خالص نقدر ان احنا نتحكم فيه ايه ظهر او ما ظهرش طيب انا عايز ادي الوان باشكال اسهل من كده هو ان انا ادي مثلا لحوايط كلها مرة واحدة فممكن اجينا في selection tree وقوله انا عايز اعمل select على كل الولد كده انا عامل select على كل الولد وقدر الولد كلها اقوله ان انا عايز اديها color معين او ان انا عملها work set يعني اجيها هنا في set وقوله work set وسميها والد طيب الولد دي عايز ابدأ ايه الوان من خلالها فاجي هنا من appearance profile وخليها نلغ ديت ايه والهيت هقوله الولد ديت هتاخد لون مثلا اخدر اوكي اقوله update بقى اصبح والد لون اخدر run بقيت فعلا كل الولد واخد لون اخدر زي ما تشايف فدي فكرة نحن نقدر نزبط بعض الالوان وده طبعا بنعملها ممكن باي بروبيرتس يعني كل الحاجات المعمارية تاخد لون كل الحاجات الانشاية تاخد لون وهكذا فدي سهل علينا المقارنات او المقارنات او اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة